تجاوز معارض الصحفي علي الأمين الشيعي المناهض لسياسة حزب الله تهم انتمائه لشيعة السفارة الأمريكية ليتهموه بالتعاون مباشرة مع أفخاي أدرعي الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي الاتهام جاء في بيان نسب لجهات أمنية ادعى أن أفخاي بات المشرف المباشر على موقع جنوبية الذي يديره الأمين من حقنا على الأقل أن نعلي صوتنا في هذا الموضوع ونعبر عن غضبنا لإدراكنا أن هذا البيان لا يمكن أن يوزع بهذا الشكل إذا لم يكن هناك أمر حزبي يتوزيعه موقع جنوبي الذي بدأ قبل ثلاثة أعوام ينقل وجهة نظر شيعية مغيرة للسياسة السائدة وقد حقق نسبة انتشار عالية بين مؤيدي ومعارضي حزب الله الذين اتخذوا من الموقع مساحة للنقاش في وقت يرى محللون أن المعارضة من الداخل الشيعي تصير قلق حزب الله أكثر من أي معارضة أخرى هي توجيه رسالة لكل من يحاول أن يعترض أو يقول موقف مختلف أنه فيه تهم جاهزة ممكن تستخدم ضده ونحن نعلم أنه فيه ناس كثير ليسوا راضين بما نحن فيه وبهذه السياسات لكن أيضا مش كل الناس عنده قدرة أن تواجه هاي مش أول مرة بتصير أنه يتعرضوا مناصرين لحزب معين وحزب الله بالتحديد لصحفيين أو كتاب منتمين لأفكار مختلفة صارت مع حلين غدار بالسابق صارت مع منطق شيعة السفارة ولقمان سليم وغيرهم هلأ طالت علي الأمين وموقع جنوبية يلي عم بيطور كتير على صعيد عدد القراء فكرة التنوع بالأفكار هي اللي بتميز لبنان عن كل بقية المناطق بالدول العربية وما فينا نتخلى عن هذا الموضوع ويأتي هذا البيان بعد أيام على انتشار مناصرين لحزب الله في شوارع بيروت ليبثوا الضعرى بين سكانها اعتراضا على انتقاد الأمين العام للحزب وأبرز هذه التجمعات كانت بالقرب من منزل رئيس الوزراء الصابق سعد الحريري ومغتيال عدد من الصحفيين في لبنان يخشى المدافعون عن حرية الرأي على سلامة الصحفيين في بلد لم يعاقب أي من المعتدين حتى الآن من بيروت غنوية يتيم العربية